اشتركوا في القناة حسن الكعبي هو من التيار الصدري كرر ما سبق وانقاء قاله الكثير من قيادات التيار الصدري وعلى رأسهم مقتدى الصدر من ان رئيس الوزراء القادم في الاتخابات القادمة هو من التيار الصدري قال بالنص هذا الكعبي قال ان رئيس الوزراء القادم بلغة دارجة قال مليون بالمئة صدري واذا لم يكن صدري فان التيار الصدري هو من سيعينه ولدينا دعم من دول اوروبية عظمى هكذا قال الجملة اولا هذا الموضوع يكشف بوضوح ان لا ديمقراطية في العراق ولا حياة سياسية في العراق وان قضية الانتخابات مثل ما نقول ويقول كل اهل العراق الذين يرون الامور بشكل واضح انها كذبة كبيرة وانها محاولة لتدوير النفايات مرة بعد وخرى منذ عام 2005 بدأت اول انتخابات لغاية الان لعادة نفس الوجوه الكالحة التي جاءت مع الاحتلال والتي نمت وتغولت تحت مضلة الاحتلال الاحتلال الامريكي والاحتلال اليراني العراق وصارت قوة تتحكم بالعراق باوامر ايرانية وباوامر خارجية وتسلب العراقين كل امكاناتهم وقدراتهم وتمص دماؤهم وتتغذى على صحتهم وحياتهم وامالهم واحلامهم هذه هي الحقيقة ولا بلد بعد 18 سنة من خراب الى خراب بعد كل الوعود التي قالوا عنها بعد الحديث عن الديمقراطية والحرية القتل في الشوارع استهداف الناشطي في الشوارع في الفلبيوت تهجير اعتقالات تغييب تدمير مدن فقر بطالة اذى سوء نهب سرقات فساد بلد مخرب بكل بكل قطاعات الحقيقة وبالتالي يعني حتى يعني صفة البلد ما عادت تطلقها للعراق يعني انت تتحدث عن دولة لا دولة في العراق العراق اين حدود الإدارية اين حدود السياسية ما صلاحيات حكومات ما قدرات لا تعرفها في هذا البلد الكل الكل يعيش الفوضى فوضى حقيقية تامة وجاءوا بالانتخابات هذه المبكرة بعد ثورة تشرين المباركة قالوا ان انتخابات مبكرة وبهذه الطريقة ويحاولون سرقة يعني ثورة تشرين وال يعني العيش على على دماء العراقين الذين سقطوا هؤلاء الشباب الصغار الرائعين الذين نادوا نريد وطن يريدون ان يعتاشوا على على ما فعلوا على تضحياتهم على دماءهم على آلام أمهاتهم وأبائهم أعوائلهم وأخوتهم خواتهم وأهلهم يعتاشون عليها بهذه الطريقة ليزوروا تاريخا جديدا مستمرا للعراق ها هذه الحقيقة لكي تستمر هذه الحقبة المظظمة الشاذة في حياة العراق منذ عام 2003 لحد الان الحديث عن أن التيار الصدري هو من سيفوز كيف عرفته يعني لا يمكن لأي ديمقراطية في العالم أن تقول أننا سنفوز بهذا الشكل بهذه الطريقة بهذه التأكيدات قبل أن تبدأ الانتخاب قبل أن تنتهي الانتخابة قبل أن تعلن يعني للحظة الأخيرة التي تعلن فيها النتائج إن كانت نتائج نزيهة ونتائج مدروسة ونتائج حقيقية لا علي يمكن أن يتوقع نتيجتها لأن لا يمكن أن تعرف دواخر الناس وتفكيرهم وتوجهاتهم واتجاهاتهم لكن بالشكل العام إذا أريد للتيار الصدري أن يتحدث عن حالة حالة وعن كل أحزاب العملية السياسية والتيار الصدري ليس منزهاً عن باقي قوى العملية السياسية هو مثل باقي قوى العملية السياسية هو يتحمل حالة وحال باقي قوى العملية السياسية مسؤولية كل ما حصل في العراق من خراب وبالعكس وما يقولون ويقول مقتد الصدر على لسانه يقول أنه لم تشكل حكومة إلا بموافقة التيار الصدري ولولا التيار الصدري لما مضت العملية السياسية في طريقها هكذا يقول العملية السياسية كل مخرجاتها فساد وخراب ودمار للعراقين وحقيقة واقع الحال أنه عدد النواب في مجلس النواب الحالي 56 نائب لتيار الصدري عدد المسؤولين من التيار الصدري في كل دوائر ومؤسسات الحكم مدنية وعسكرية أعداد آئلة جدا جدا والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا فعلتم طوال هذه السنوات يعني أين تأثير هذه الكتلة وهذا التيار الذي يسمي نفسه أصلاحي والآن يريد أن يتولى رئاسة الوزراء حال حال الباقي يعني ما الذي يفرق يعني الإعباد يعني أي واحد من التيار الصدري ما الذي يفرق نوري المالك يعني أي واحد من التيار الصدري ما الذي يفرق مصطفى الكاظم يعني نفس العملية نفس التوجهات نفس نفس الإطار الحاكم هو العملية السياسية بكل محاصصات الطائفية والإثنية وبكل خرابة وفسادها فبالتالي لعبة غريبة عجيبة يعني الآن يتحدثون أننا سنفوز بمئة مقعد ومن مجموعنا حوالي 329 مثل ما كانت هنا 330 مقعد نفوز بمئة مقعد ونحن سنفرض من هي الكتلة الأكبر وبالتالي التحالفات سنفوز بمنصب رئيس الوزراء وماذا وماذا بعد أنتم جزء من هذه العملية فاز التيار الصدري فاز نوري المالكي فاز العبادي فاز غيره فاز الكاظمي نفس القضية ونفس الحال لن يتغير الحال بل يمضي إلى الأسوأ هذا واقع الحال ماذا فعلتم ست وزارات لديكم ماذا فعلتم بهذه الوزارات من سيء إلى أسوأ وكل الوزارات فاشلة وكلها سارقة وكلها متهمة بالفساد فبالتالي أنا ذهبت الأموال ومن أين لكم هذه الثراب من أين لكم هذه الأسلحة تحدثون عن تبرعات كلام لا يستحق يعني التوقف عنده يعني الحقيقة هذه الانتخابات مثل حال كل الانتخابات ماذا من الحديث عنها يقولون أنها ستجري في 10-21 أكتوبر المقادم هذه الانتخابات المبكرة حالها حال كل الانتخابات ستوعيد تدوير نفس النفاية نفس القوة السلاح المنفلد الميليشيات المسيطرة الوضع المختل الفوضى العاربة في كل مكان القصف في الميليشيات التي تتحكم بالعراق الفساد المنافذ الحدودية التي تتحكم به الميليشيات الأموال التي تتحكم به وبالتالي إيران المتغولة في العراق وأمريكا هذا الصراع التافه والسخيف الذي يعتاش على دماء العراقين وعلى رواحهم ما زال هو هو العراق ساحة للصراعات المغيبين يعني أعدادهم بالملايين المهاجرين أعدادهم بالملايين الذين نزحوا بالملايين مدن مدمرة البطالة في الجنوب وفي الوسط من أعلى ما يمكن الأمراء في أعلى ما الأمية في أعلى ما يمكن الفقر كل شيء مدمر البناء التحتية كلها قد انتهت فماذا ستفعل الانتخابات هي ليس إلا محاولة لاستمرار العملية السياسية ليس إلى محاولة نقفز على واقع حال مرير لكي يستمر ولكي يخدع الناس ولكي يقمع الناس ويقبلوا به هذا واقع الحال أما التيار الصدري دعما فاز أو لم يفوز فالحال لن يتغير وأهل العراق مثلما قاطعوا انتخابات 2018 سيقاطعوا انتخابات 2021 والتيار الصدري الذي وقف أدى ثوار تشرين وقف فقد كثير من الأرضية الذي كان يدعي أنه يملك الآن تيار فقير مهما ادعى من قدرات فبالتالي كذبة كبيرة هذه هناك التزوير وهناك السلاح وهناك السكاكين وهناك الخطف والقتل والتهديد والاتهامات ستكون حاضرة في هذه الانتخابات مثلما هي حاضرة وسرقة الصناديق وحرقها مثلما كانت هي حاضرة في كل انتخابات السابقة سواء كانت الأمم المتحدة مشرف عليها الدول العظمى مشرف عليها الدول الأوروبية التي تؤيده العظمى التي يقول تؤيده على ماذا تؤيدهم لا أعرف ماذا عموما هذا شكل الحال وهذه الانتخابات وقت هذه الحلقة قد انتهت أترككم بخير ألتقيكم في حلقة الأخرى إن شاء الله إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة